دي كانت الجوائز لعدانات النهاردة وإن شاء الله قريباً نبقى نشوف محمد صلاح هو أفضل لعب في العالم تعالوا نشوف الصورة دي مع بعض صورة اللي كريم بن زيمة نختم بيها الكلام بتاع الكرة الذهابية النهاردة يلا بينا بصوا الصورة دي دي سنة كان بقى الصورة دي يا جماعة دي كانت 2014 صورة بتجمع كروس مع كريستيانو رونالدو مع سيرخي راموس مع خامس رودريجز كل واحد يوم كانوا اخد جايزة اللي كانوا اخد البالوندور هو كريستيانو رونالدو وخامس رودريجز كانوا اخد جايزة بوشكش كأفضل هدف في السنة دي كروس وسيرخي راموس كانوا اخدين ضمن التشكيلة المثالية للسنة دي بصوا بقى وراء وراء كده على الشمال وراء توني كروس في زاوية بيسقف لهم جنب الحكام في لفتة شيك قوي كريم بن زيمة يا ترى كان إيه اللي بيفكر سنة 2014 فيه كريم بن زيمة فرحان لكم يا رجالة والله وان شاء الله قريبها بقى في مكانكو مثلا أو أنا فرحان لكم قوي وأتمنى أن أنا في يوم من الأيام أبقى واحد من اللي موجودين في المكان ده أو مثلا عملتها ازاي دي أكيد في طريقة ما وقع مني لو اشتغلت عليها بوقف مكانك يا كريستيانو هو سأل لنفسه عدة أسئلة واستغرق ثماني سنوات للإجابة عليها حتى جاء اليوم بدلا من كريستيانو رونالدو في هذا المكان وقريبا جدا هتشوفوا واقف بالكرة دي في سنتياجو برنابيو قدام الجمهور الملكي طيب نسيب بقى الكرة العالمية اللي ان شاء الله نشوف لاعب مصري بيتواج بيها صباح وغيره في السنوات المقبلة بإذن الله ونروح إلى الكرة المحلية طيب على مستوى الكرة المحلية فكلامنا هيكون على الدوري المصري الممتاز بكرة راجع لنا الدوري بحلوياته بملوحته أحيانا بإيجابياته بسلبياته أحيانا أخرى بالحاجات اللي بنقول الله على حلوة الدوري بتاعنا بالحاجات اللي بنقول يا رب نفسي نوصل لليوم اللي نحل فيها المشاكل اللي بتتكرر كل سنة بيجا داوله المشوشة بمتشاته اللي قبل ليلة من انطلاق المسابقة مش متحدد بشكل رسمي مواعيد جولته التانية فيها بكرة الحلوة أحيانا بملاعبه اللي بتقول الملعب ده ما بحبوش والملعب ده بحبوه بأرضية الملعب ده اللي بيستاء منها المدربون أو بيحبوها آخرون باللعيبة اللي انت بتحبها باللعيبة اللي انت ما بتحبهاش قوي في فرقتك بالمدربين المصريين اللي بتحبوهم بالمدربين المصريين اللي بتقولهم ما هيفضلوا طول عمرهم يدربوا بالمدربين الأجانب اللي بتقول ايه الحلاوة دي بيدربنا في الدوري المصري هذا الاسم والمدربين الأجانب اللي بيجوا يقول وتقول عليهم هو مين ده بكل هذا وذاك بانتقاداتك هنا وإشاداتك هناك ينطلق الدور المصري الممتاز غدا بإذن الله